وقد قامت فرق الترصد الوبائي والاستجابة السريعة بعد أسابيع من الترقب تدخل اليمن رسميا دائرة الخطر مع تسجيل أول حالة كورونا في منطقة الشحر بمحافظة حضر موت المصاب رجل ستيني العمر من أبناء المنطقة تقول سلطات المعنية إن حالته مستقرة وتحت الملاحظة وإنها اتخذت جميع الإجراءات المتعلقة بالبحث عن الأشخاص الذين احتك بهم خلال الأيام الماضية لإخضاعهم للحجر الصحي في إطار جهود احتواء الوباء قبل خروجها عن السيطرة الناطق باسم اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا علي الوليد قال في مؤتمر صحفي إنه تم فحص 120 حالة اشتباه معظمها في مناطق سيطرة الحوثيين لكن النتائج كانت سلبية وشدد الوليد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية سواء من قبل سلطات المعنية أو الإجراءات الوقائية من قبل المواطنين أنفسهم والالتزام بغسل اليدين والابتعاد عن التجمعات والأماكن المشتبهة العامة خلال الأيام الماضية تم تسجيل عدة حالات وفاة في مناطق مثل صنعاء والدمت وغيرهما سجلت رسميا لأسباب طبية مختلفة فيما يرى مراقبون أن سلطات الحوثيين تسعى للتكتم على أي حالات إصابة بكورونا لأسباب عديدة أحدها أن أنشطة الجماعة قائمة على التجمعات البشرية بشكل رئيس ها هي المعجزة تتبخر والاستثناء الذي افترضه بعض اليمنيين يتلاشى أمام وباء لا يفرق بين شعوب نالها من الأمراض ومخلفات الحرب ما يفترض أنه يكفيها وبقية المجتمعات يأتي هذا الوباء ليضاعف معاناة اليمنيين مصحوبا بموجة من الهلع جعلت من الجميع هذه المرة متساوين أمام خطر الإصابة به بعد تسجيل أول حالة سيكون اليمنيون أمام تحدي من نوع مختلف هذه المرة فسبل مكافحة الوباء تعتمد على السلطات والمواطنين بشكل تكاملي ويبقى الالتزام والتعامل بمسؤولية من قبل الجميع هو حجر الزاوية في احتواء الوباء من عدمه والنماذج من بلدان أخرى ماثلة للعياة